هرجع تالي بقى النقطة فنية رغم أن نادي الأهل اللي قتي في النهاية البطولة وتخطى مازمبي وبسلسية نظيفة ودايما الناس تلوم على منظومة الأهل الدفاعية حاسين إن فيها سوارات حاسين إن فيها مشكلة حتى الهدف يسجله مازمبي وألغية برضو ببعض المشاكل الدفاعية إيه هي المشكلة اللي في الدفاع النادي الأهل رغم إن إحنا عادة يعني نشيط بمحمد هاني نشيط بعلي معلول نشيط بقى عبد المنعم نشيط حتى برامي ربيع اللي كان عمل مباراتين رقعتين جدا سواء الزهاب أو العودة بحسب الرانك بتاعه أو الأرقام بتاعته بس في مشكلة في الدفاع النادي الأهل طبعا إيه هي مشكلة فكر السؤال اللي سألته لك وإحنا في ليبيا فكرني طيب أنا يسر عشانا كنا ساكت يحبون إحنا بالدفع بكام أيوة دي عظيمة دي صحي كده بس فضل حالك أقولها بقى أشرحها دي عشان تبقى عندك فكر واضح وطرق اللعب واسلوب لازم تبقى عارف أن أنت بتدافع أنا وجهة نظر بتدافع بأربعتاشر لعيب أربعتاشر لعيب ده لما بتجي تشتغل في أربعين متر أو تلاتين متر على حسب بره طبعا المساحات دي قلت أكتر ولكن أنا مكلم علينا إحنا غالبا بتشتغل في أربعين في أربعين متر لما بترحل في مكان عشان تضغط أو ترحل اللعب عشان تضغط بيبقى عندك خطة قوت هنا لقف صيد هنا خطة قوت ناحية تانية يبقى أنت عندك تلاتة بيدفعوا معاك لو أنت حبيت تستخدمه غير أن حارس المرمى كمان لما بيطلع قدام شوافة بيقف للمساحة اللي ورد يبقى أنت عندك كده لازم الحاجات دي تبقى في حساباتك وانت بتلعب عشان تبقى بتستغلها كويس يبقى عدد الناس اللي بتضغط أربعتاشر مش خداشر لعيب ليه؟ حلوة دي قوي ما هبتضيق عندك إن انت انت عارف لما تبقى وقف في مكان دي وهنا خطة هتقع هنا اللي هو إيه البحر في ظهرك والعدوة أمامك انت ما عندك شحلول فهي نفس الفكرة أنا عامل خط هنا وعند خط أوف سيد ووقفين مترتبين شوف هتعد منين الخطوط كلها متأفلة لأنك في الآخر عشان تختارك تختارك من العمك هنا في الخطوط الطولية الخطوط الطولية كلها لازم تقف بشكل مسلس سواء مقلوب لتحت أو مقلوب لفوق عشان ترايح دماغك من قصة الحية الدفعية مش محتاج منك انت عامل ما جود روح تضغط خالص بالعكس لو قفت بالشكل ده 40 في 40 المسلس مقلوب سواء لو بتلعب بـ 8 و 6 أو العكس أو 10 أو 2 و 6 هي هي المسلس سيتقلب بس في الحالة دي المسلس ده بيتقلب يمين ويش مل على حسب الأطراف هنا أو هنا يبقى انت لو انت عامل الشكل ده وبيتدفع بالـ 14 التلاتة اللي احنا قلنا عليهم الثلاث خطوط مش يبقى عندك مشكلة المشكلة الوحيدة اللي ممكن تبقى عندك لو الكرة تلعت على طرف عشان تعمل بالعرض طيب عشان نخلص من القصة دي نعمل ايه لازم الزون ما ينزلش المشكلة اللي اللي قالها أوقات بيروح الزون بتاعه ونازل للـ 18 الـ 18 دي خطر جدا لازم أخد الزون ده واطلع في التلت اللي في النص واسيب الزون ده مساحات بعيدة عشان لما يعمل كروس مبعد ما يقلينيش المشكلة نوع الكروس عمل منين من على الـ 18 فبيعمل لك خطورة ملعبة خلاص اقسم بالله لو أحسن المدافع في العالم ما فيهاش برضو هتدخل لأن الحالة المدافع هنا ايه بيلف بجسمه عشان يواجه الكرة كد أنا رجيب وش هنا وباخد خطوتين أصنع فطبيعا هنا هزم فدايما لو وصلت المرحلة دي الحالة الهجومية هي اللي تكسب مش الدفعية اللي انت شرحه ده أكتر من عظيم إذا أنا هفهمه أو متوقعه إنه مرس الكرة الفهم ده إنه لعيبة النادي الأهلي بالخبرات العظيمة دي فهمة ده بالمناسبة النادي الأهلي كتين شيت في مباراة عديدة وراء بعض في الدولة بتوري أفراكي عشان حدا يقولي لقاتي جميعا بتتكلم عن مشاكل الدفعية والأهلي مخش فيها هدف بس هي مشكلة وأنا متأكد وإنت بتتفرغ أنت حاسس بخطورة بكل كرة بتوصل للدفع النادي فيه خطورة لا خيبا متغيرش بس فيه خطورة تماما يتعلق مصطفى شبير يتعلق لعيبة فردية بس فيه خطورة خبرات لعيبة النادي الأهلي الكبيرة دي إزاي مش قادرة توصل للمرحلة دي لا بص أنا متأكد أنه هو اللعيب عنده المعلومة المدير الفني بيقول عشان عندي مشكلة دايما الناس طلع تقولي مثلا أنت بتحلل وبتقول كلام كويس تابع أنت ليه ما بتعملهش مع الفرق اللي بتشتغل فيه أيوة ليه ما بتعملهش مع الفرق لأن النوعية اللعيب اللي معايا في الليفل ده مش قادرة تستوعب ده فبعمل إيه أنا على فكرة كلنا اللي بقولك ده دي سوابت بالنسبة لي ولكن هو في حاجات تانية أنا عندي مثلا طرق اللعب عشان عايز أخترق من اللجناب أو أخترق من نصلا عندي 6 7 8 10 طرق أعمله بس أنت تقدر تقول لعشر اللعيب لا طبعا فبتقول لواحدة أو اتنين هو أصلا مش مستوعب وواحدة أو اتنين دول ممكن مش اللي أنت تتمنعهم بس بشتغل على الإمكانيات مهبو عليك فأنا بحاول في قدر المستطاع أنا أشتغل معها اللعيبة دي كده ممكن ما تلاقيش الناتج زي ما أنت متقل بس تأكد أن دايما أي فرقة بنمسكها بقاليها إلى حد ما شكله واضح صح حتى لو النتاج مش أنا بكلمش أنا بكلام على اللعب 100% فأنا أقصد أن أنت مهمة جدا المعلومة بتوصل للعيب اللعيب عارف أن أنت النهاردة لما بتقف الخطوط اللي هم نتكلم عليها المثلث معلوب أو الشكل ده المثلث لو اتقلب لتحت من 6 لـ 80 أو من 2 إلى 6 أو 1 فوق هو في مربعين فضين يا إما جنب الـ 6 لما تقلب لقلب في مربعين هنا فضين أو لو عكاس تيبقى جنب العشر حلو فالمربعين ده لازم يفضل طيب لما حد يدخل فيهم عشان يستلم إنت بتعمل إيه لازم تروح طلع بسرعة حد من خط الظهر يعني اللعيب اللي قدام مش يافل في ظهره طبيعا اللي ورا هولي بيحل فاللي ورا ده يعمل إيه تركي بروح طلع بس قافل عشان الراجل ده ما يعملش مشكلة يلف وراه يعمل لك مشكلة صح كده؟ صح في جول الأولين الجول اللي دخل في النادي الأهلي هنا في حد ما ضغطش على اللعيب هنا خل الكورس يطلع سهل عمل لك مشكلة لو الضغطة دي حصلت ما فيش مشكلة شباب الجول اللي دخل أنا بكلم زمائلي الجول اللي دخل في النادي الأهلي في مازمبي كان معنا الصور بتاعته لو أمكن نعرف نجيبها عشان فيها نقطة مهمة جدا تخص رامي ربيعة وفيها نقطة مهمة جدا تخص إن الخطوط اللي أنت تبقى يعني تخيل الخط المدافعة معاك عشان هو فعليا قبل ما العرضها تتعامل اللعب كان ضهره لرامي ربيعة وغشه للخط بسهر رامي ربيعة اديه للمساحة أو اديه لحكاية إنه يلف أو يعمل فاول ويشتغل والكورس يطلع سهل قوي مفيش حد يعني هو مفيش حد يضغط اللي هو خلي بالك أنت هو التلت تلات دول لما تيجي الملعب تلاتة أنا لما هضغط في التلت اللي فوق خالص مش محتاج هضغط قوي الضغط ما يبقاش 100% ممكن يبقى عادي كل ما وتيجي في النص الضغط لازم يعلم التلت الأخير الضغط لازم بقى 100% عشان دي أخطر حتة لو التلت الأخير اللي هيشتغل علي إنما لو في النص غلط عندها حل عند الحلول وفي المنطقة مش خطر قوي لو حصل أي حاجة إنما التلت ده لازم نسبة الضغط فيه تعلق جدا إنما الراجل يستلم ويرقص ويشيلها زي ما هو عايز وراجل بيضع لأ يعني